موسيقى وهي اول تعليم من جوزير مورينيو على مباراة من النار الاهلي وفيوتشير ماذا قاله مدرب فيوتشير صديق جوزير مورينيو على النار الاهلي اليوم السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية الف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة شاهد اول تعليم من جوزير مورينيو على مباراة من النار الاهلي وفيوتشير رفض مجلس ادارة النار الاهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل كابتن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول القرى بالقدم بالنار الاهلي الى صفوف ضمق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوى القادمة وعلمة بعقع المصر اليوم ان طرار ادارة النار الاهلي بعدم رحيل محمد الشناوي وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيا القلع والذي رفض رحيله في ظل عدم امتلاك الفريق حارس بنفس المستوى الكفاءة وان رحيله سوف يتسبب في وجود ازمة في مركز حراسة المرمى خاصة في ظل عدم وجود خبرات للسنائي مصطفى شبيت وحمز علاء وتلقى محمد الشناوي عدد من العروض الخليجية خلال الفترة المضاء ابرزه النادي دمق السعودي بعد تقلق الفريق مع المارض الاحمر في بطول الكاس العالم للاندية حراسة عدد كبير من النجوم على تهنية النادي الاهلي بحصوله على برونزي كاس العالم للاندية ولا تقيمه بمملكة العربية السعودية وانتهت فعالياتها امس الجمعة ووزلك للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوضة على ارورة رد الياباني بنتيكة اربعة اهداف مقابل هدفين في مبرات تحديد المركز الثالث والربع وكان في مقدمة من قدمه التهناء للنادي الاهلي الفنان احمد السعدني الذي كتب عبر حسابه الرسمي في منصة اكس بالاربع الاهلي يحصد البرونزية الربع في كاس العالم للاندية الف مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ولاعبيه وجهازه الفني والكابتن محمود الخطيب كما هنعل فنان نبيل الحلفاوي النادي الاهلي وجمهوره بالنتيجة وهو كتب عبر صفحاته الرسمية في موقع اكس مبروك لقالع الحمراء جمهوره ولاعبين وجهاز فني وقدارة الاهلي بدأ البطولة بامتياز وختمها بامتياز للمرة الرابعة يعتلي الاهلي منصة التاتوك في كاس العالم حصلا على البرونزية إلى سفير القرى المصرية في المحافل القرية والعالمية شاهد تصريحات بيب جورد يولا عن النادي الأهل بعد مباراة أوراوة الياباني على قبيب جورد يولا المدير الفني النادي منشستر سيتي على انتصار فريقه أمس على حساب أوراوة الياباني وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباراة الدور نصف نهاية مصابقة كاس العالم للأندية والتي أقيمت على ملعب الملك عبدالله رياضي الجوهر المشاعب وقال بيب جورد يولا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة لقب كاس العالم للأندية هو اللقب الوحيد الذي ينقص خزائم منشستر سيتي وسنعمل على حصد هذا اللقب ونصير في الاتجاه الصحيح في الوقت الحالي وأتابع خطتنا أن ننام ونتعافى في الوقت الحالي من مواجهة أوراوة الياباني وواصل لم أشاهد مباراة الأهل وفلومنينس البرازيلي الفريق أتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل نعرف عنه الكثير أكد بيب جورد يولا المساعد في هذا النادي ولديه الرغبة في البقاء دائما أول تعليم المدارب بالنادي الأهل على مقابلة الفريق الياباني كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير لعب الأهل مودست في الاستمرار مع الفريق وألعب رتصريحات إزاعية طولر مصامم على استمرار مودست بالنادي الأهل مران عليه وطالب بعدم مهاجمة اللاعب خسارة الأهل وذلك عقب خسارة الفريق لخورة القدم بالنادي الأول أمام فلومنس البرازيلي معرفين الدون رد في المباراة التي جمعتمها على ملعب الجهارة المشاعة بدور نصف نهاية الميديال الأندية ونفس النادي الأهل على حظ الميدالية البرونزية في كاس العالم للأندية بعد اخفقه في التأهل للمباراة الهائية واتجه الأهل إلى مباراة تحديد المركز الثالث وأن المقرر لها أن تقام يوم الجمعة المقبل حيث يلعب النادي الأهل مع فريق قراء الياباني الذي تلقى هزيمة صفيلة جدا من من منشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة شاهد تصرحات مارسلو عن النادي الأهل بعد انتهى مباراة الأهل وفلومنس البرازيلي نفع نادي فلومنس البرازيلي التصرحات المنصوبة إلى مارسلو لعب الفريق بشأن النادي الأهل وانتشرت تصرحات منصوبة إلى مارسلو قائد ريال مدريد السابق يعرف فيها عن ساعاته بفوز النادي الأهل لأن فريق التحق جب أقوى كما نسب إلى مارسلو أن منشستر سيتو ومنافس فلومنسي الوحيد على اللقب وقال مارسلو أحمد مدير التواصل بنادي فلومنس البرازيلي في الجول التصرحات المنصوبة للمارسلو حول النادي الأهل غير صحيحة تماما وأضاف اللعب لم يدل بتلك التصرحات من الأساس واختتم مدير التواصل بالنادي البرازيلي تصرحاته قائلا الجميع هنا في فلومنسي يمكن أقصى درجات الاحترام للنادي الأهلي وتمكنتم من تأكيد ذلك خلال المؤتمر الصحفي ولعب الأهلي أمام نادي فلومنس البرازيلي في نصف نهاية كاس العالم للأندية في السامنة من مسائل يوم الاثنين وكان الأهلي قد تغلب على التحق جدا في الدور السابق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لقرط القدم فيفا إسناد مهمة تحكيم واجهة النادي الأهلي ضد فلومنس البرازيلي في نصف نهاية كاس العالم للأندية للحكم البولندي سمو مارشينياك شاهد مارسي الكولر يعلق على أداء نادي الأهلي بعد مباراة الأهلي ونادي فلومنس البرازيلي خد الفريق الأول لقرط القدم بالنادي الأهلي مرانا خفيفا في فندق الإقامة بمدينة جدة حيث واجه نادي فلومنس البرازيلي ببطول الكاس العالم للأندية 20-23 والمقام حاليا في المملكة العربية السعودية وحرس مارسي الكولر على أقامة مران خفيف لللاعبين في تمام الساعة 12 ونص ظهرا فطر الاستعداد لمعاجهة فريق فلومنس التي أقيمت اليوم مسائل لسنين على استاد الجهارة بمدينة جدة حيث عقد مارسي الكولر محاضرة فنية لللاعبين قبل مغادرة في فندق الإقامة إلى ملعب المباراة وقيمت مواجهة الأهلي أمام فلومنس البرازيلي في السامنة من مسائل يوم لسنين بتوقيت القهرة على ملعب الجهارة بمدينة جدة في الدول نصف النهاية من منافسات بطول الكاس العالم للأندية شاهد تصرحات كريم بزيمة عن النادي الأهلي بعد فوز النادي الأهلي عليهم نجح النادي الأهلي في تحقيق فوزا كبيرا على التحاج جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الدور التالي لبطول الكاس العالم للأندية على ملعب الجوهرة في مدينة جدة الأهلي تفاق بشكل كامل خلال المباراة وكان قريبا من تحقيق فوزا تاريخيا بنتيجة كبرى لكنه قادر عدة أهداف وقت إن كانت النتيجة تشير لتقدمه بثلاثة أهداف نظيفة قبل أن نسجل الاتحاد هدفا في الوقت المحتاس بدلا من الضائع قبل نهاية اللقاء بداية مبهرة الأهلي بدأ المباراة بشكل مبهر بعدما استحوز على القرى وهدى دمار مع أصحاب الأرض حتى نجح في ذلك للحصول على ركل الجزاء في الده 22 من عمر المباراة سجل منها علي معلول الهدف الأول وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الشوت الثاني بعد تزديدة رائع جدا من نجم حسين الشحات في الداة 59 بتزديدة بيميني إلى الزواجة الحاكسية للحادث شاهد بجول قنطي لعب الاتحاد السعودي يعلق على مباراته مع الأهلي والخسارة حقق الأهلي فازن كميرا على التحاج جدا بثلاثة أهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهر المشاعب المملكة العربية السعودية في ربع نهاية كاس العالم للأندية تقدم للأهلي عالم علول من ضرب الجزاء وسجل أحسين الشحات الهدف الثاني قبل أن نضيف يوم معشور الهدف الثاني فيما سجل هدف اتحاد جدا كريم بن زيما والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أن نوصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل أن نونيا حديثي سأطرع عليكم شؤال وأتمنى منكم المشاركة باراكم في التعليقات ما هو سبب عدم مقدرة الناد الأهلي على وصول إلى نهاية كاس العالم للأندية لولا مرة في تاريخه لا تنسوا أن تشاركوا باراكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة تفهز بالجرس لكي يصلكم كل جديد بنقدمه أول بأول وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي مش الصلاة على النبي أول بأول وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي